السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم وإن شاء الله سبحانه وتعالى يتكلم النهاردة كما وعدناكم عن الاكتئاب وقلنا أن الاكتئاب حالة عامة منتشرة في المجتمعات بدايتنا العربية أو المجتمعات على مستوى العالم وقلنا أن الناس يتروح في الاكتئاب من 8 أو 9 من 10 أبتو 13 أو 14 في المية يعني لو تخيلنا مثلا مصري في 100 مليون يتكلم عن حوالي 13 أو 14 مليون مكتئب ودلوقتي مثلا المملكة العربية السعودية 30 مليون يتكلم مثلا في حوالي 8 من 10 حتى في المية 2 ونص مليون أو 3 مليون مكتئب الاكتئاب يقدر يأثر على أي إنسان في الدنيا كلها لو تخيلنا السنة اللي فيت حوالي 17 مليون فرد في أمريكا عندهم اكتئاب الجميل بقى في الموضوع أن الناس كيتفهم الاكتئاب زمان إننا زعلان وحزين فقط وانتهت القصة لا الاكتئاب ما أكثر من كده دلوقتي بنسمي الاكتئاب عبارة عن مرض عضوي نفسي مش مرض حتى نفسي بيها فقط في الخيال الناس بفضل الله سبحانه وتعالى في التقدم العلمي أما بدأوا يعملوا أشعة مغناطسية على المخ بدأوا يلوق إن بعض المراكز اللي في المخ تدمر تتآكل تتلاشى نتيجة الاكتئاب وكلما طالت فترة الاكتئاب كلما زاد التآكل أو التلاشئ أو الضمور في بعض هذه المراكز عشان كده وقت المدرسة الجديدة في الطب تقول إيه؟ بيقول كلما بدأنا العلاج في الاكتئاب أسرع كلما كانت النتيجة أفضل وكلما كانت تأثير السلبي بفضل الله سبحانه وتعالى على المخ أقل بيقول كلما بدأنا أسرع في العلاج كلما كانت النتيجة أفضل بفضل الله سبحانه وتعالى والتحسن أحسن بإذن الله سبحانه وتعالى الاكتئاب زي ما اتفقنا بأسرع على الجميع أصبح باني سبكترا مش مجال واحد مش كبار السن بس مش البالغين فقط بأصبح حتى في الأطفال أطفال عندنا 2% من أولادنا الصغيرين ممكن يكون مكتئبين بتخيل 2% من الأولاد 2% من الأطفال ممكن يكون مكتئبين بس بقى في فرق الاكتئاب في الأطفال الصغيرين غير الاكتئاب في الكبار يعني مثلا أنا ما يبقى عند ابن الصغير مكتئب مش هي يقول لي يا بابا أنا مكتئب أو بنت يقول لي يا بابا أنا حزينة لا ده هيبقى فيه تغير في السلوك غير مبرر يعني مثلا يبقى كان هادي جدا بإستانه لأنه يكسر بيهبط بيخبط البنت يش بتسمع الكلام البنت يش بتعاون مع أمها في البيت البنت مثلا أصبح مزاجها عصبي دونما تفسير أو بتعايت من غير سبب يبقى ساعتها بندور على عوارض اكتئابية وده فكرة اسمها الاكتئاب الغير تقليدي بالنسبة للمراهقين عندنا من 6 إلى 8% من المراهقين ممكن يبقى عندهم اكتئاب وبرضو اكتئاب المراهقين غير اكتئاب الكبار اكتئاب المراهقين بيعبر عنه بالمراهقة العاصفة تلاقي الولد أو البنت كان كويس وكان مؤدب وكان خلوق وكان مهدب جاد دخل فتة المراهقة ويتعاوارض الاكتئاب عليها او عليها تغير سلوكياته بنسبة 180% اصبح عن نقيض خالص بعد ما كان مثلا بيصلي اصبح بيصليش بعد ما كان طيب اصبح مش طيب بعد ما كان باسمه الكلام اصبح بيرفض من غير اي مقدمات لا للأ مش لا لحاجة طيبة ممكن اقول لي بنعمل حاجة يقول لي لا وينقشني فيها ويقنعني انا موافق لكن لا ده بيقول لا من غير اي سبب من غير اي مبرر ودي برضو علامة الاكتئاب في المراهقين في عندنا برضو حاجة مهمة الاولاد المراهقين المل الاكتئاب عندهم اكتر من البنات وبيعبر عنه اكتر من البنات كمان طيب الاكتئاب عبارة عن ايه بقى لازم نعرف دولت ان الاكتئاب عبارة عن مرض مركزه في المخ اه الكيميا المواد الكيميائية كلها السلوتينين والنور ادرينالين والدوبامين مركزهم المخ لكن تأثيره عام يشمل المخ ويشمل اعضاء كلها من اول القلب والرأتين والكليتين لغاية الاداء العضلي البنية العضلية والاداء العضلي بتاعك يبقى الاكتئاب عبارة عن مرض بيشمل القلب بيشمل العقل بيشمل الجسد الفيزيك اللي البودي مول انثو ديس اردر طيب التأثير بتاع الاكتئاب بيأسطر علينا اجتماعيا ووظيفيا يعني اه دلوقتي لو انا زعلان كده شوية وبتاع متوتر مش اي زعل هنسميه اكتئاب احنا بقوله عشان يبقى انثنى الشخص والاكتئاب على الاقل خالص تكون الاعراب اسبوعين فما فوق يعني اسبوعين فما اكتر بداش تغير في المزاج بتاعنا مع تغير في الاداء الوظيفي كمان فيه حقائق بقى على الاكتئاب نعرفها ايه الحقائق اللي نعرف على الاكتئاب اول حاجة الاكتئاب مفيش داعي ابدا انت بقى انت خجول او مكسوف انه عندك اكتئاب اصلا مش مرض وحش اصلا مش مرض مثلا معدي لقدر الله او مش مرض مثلا تخجل منه ده مرض ربنا سبحانه وتعالى حطه وعلاجه سهل ومعروف رسول الله عليه السلام حتى بقول في الحديث ان الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله اذا احب عبدالي ابتلاه فاحتمال كبير اكتئاب بتاعك نعمل محبة وفي الام شباه الناس الطيبين هو انت لو ماشي وقعت وكلها يقول لك اجر وعافية وطهور ومشاء الله يجبلك ورد وبتاعوا حاجات مندي لكن في الاكتئاب محدش هيجيبلك اي حاجة مندي خالص بس لو انت وقعت بتبقى مجبس وقاعد وماشي وفرحان بالجبس كالان يلا جات لك لقطة وخدت اجازة اسبوعين ثلاثة لكن في الاكتئاب تبقى منزاو ومنطوت لايبقى كل اللي حالك يقول لك ايه معلش يتقرب من ربنا شوية يبقى اول حاجة الاكتئاب شيء لا نخجل منه اثنين الاكتئاب ليس علام على بعدك عن ربنا سبحانه تعالى مش معناه بقى ان المكتئب يبقى سيئ ومش كويس جنب ربنا او اللي ربنا مكسورة يبقى كويس عند ربنا لا مش القادر عامة كده السلام زي ما قالي ان الله اذا احب عبدالي ابتلاف قد يكون الاكتئاب جزء من الابتلاع وبرضه مش بالضرورة عشان تكفر زنب يعملت رجل طيب ما عندكش زنوب قد يكون رفع درجة يا ده برضه الحاجات دي يا معبي نقول عليها ايه بنركز على المفاهيم ده عشان نغير المفهوم بتاع المجتمع والناس للاكتئاب الناس بيقولوا يا دكتور ده والله يكون عندنا اكتئاب والناس قالوا نصلي وصلينا وما تحسنناش يبقى حتى شككنا الناس في الدين من غير ما ناخد بالنا متابعين يبقى احنا عندنا الاكتئاب ليس علامة علامات ضعف الدين ثاني حاجة برضه الاكتئاب ليس معناه انك انت ضعيف يا عم اجمد خليك قوي يا راجل انت مهزوز لا انا اتهز الطبيعي ان انت بشر فالطبيعي ان ما يحصل لك حاجة تزعلك تزعلك وبالتالي ما يحصل لك حاجة تفرح تفرح لكن اما تزعلك وتحسن وتكتئب مش معناه انك ضعيف الشخصية او ضعيف جسديا او ضعيف نفسيا لا انت انسان عندك مشاعر وعندك احساس حد اثر عليهم برضه حاجة مهمة جدا الاكتئاب مش حاجة اقدرة اظلع نفسي منها وامشي لا الاكتئاب شيء مزعج ويأثر بالسلب وعلى فكرة الاكتئاب ساعد بنسميه كده زي ما قلنا في الاعلام بتاع الحلقات القاتل الصامت يعني فعلا اه يقتل ويقتلك من ناحية ايه هو القاتل مش معناه ان هب اتبح وموت له القاتل يعني انك انت بقى عايش غير منتج ومنتج غير راضي يعني ايه يعني تخيل اما انت كلها بنروح الشغل عند بعض المصلح نخلص مصلحه معينه تدخل مثلا تراية اربع اخمس موظفين واحد منهم قاعد كأنه اوش موجود بس هو موجود وبيقبط راتب ويعتبر عالي على الشغل وغيابه كان احسن على الاقل في غيابه زميله يعملوا ايه ايه امه بالشغل بتاعه لأ ده صاحبنا احد معطي الحال الماشي في نسميه بالمصر كده يقولك معطي الحال الماشي هو مكتئب من جوا مش قادر يتفاعل مع الناس ومش قادر حتى يدوم باي حاجة او ينفحهم باي حاجة يبقى الاكتئاب زي ما اتفعنا قد يكون قاتل صامت اتلك عن انتاجية واتلك عن الاداء الوظيفي الجيد يبقى لو كانت غيب ده يقول الله يفنان ده ده ما بيغيب يبقى الشغل احسن ده يوم ما جاء بقى الشغل كئيب ده يوم ما جاء عطى المصالح الناس ده جزء من الاكتئاب يجب ان يفهمينه طيب برضه في حاجة مهمة ايا كانت اسباب الاكتئاب وايا كان اللي ادى ليه فهو قابل للعلاج وده اللي لازم نأكد عليها عند الناس يا جماعة الاكتئاب قابل للعلاج الاكتئاب مرض ابسط في العلاج بتاعه من الضغط والسكر وابسط من امراض القلب بس الجاء للدكتور وشوفه طيب ايه اسباب الاكتئاب بقى نفهم الاول ايه الاكتئاب وتكلم عن اسبابه والاكتئاب عبارة عن اضطراب بين كيميا المخ وبعضها ربنا خلق كده بالطريقة البسيطة في مخنا حاجات زي الملح والسكر حاجات زي الملح والسكر بينها توازن داخلي بمقادير سبحان الله ان كل شيء خلقناه بقدر لو اضطربت المقادير دي بص الدنيا كلها واصبح الاكتئاب موجود اسبابه كتير جدا ممكن اسباب بيئية واسباب جينية فيه طبعا سؤال ده يقول ازاي نقنى حد ان يروح للدكتور لو عندك تأب ورافد احنا منكلم الناس بطريقة مريحة وسهلة خاص بيقولهم بكل بساطة كم مرة تعودت تروح السوق بنروح السوق كتير بيتفرج ممكن نروح السوق ونطلع من غيبة نشتير احنا شايفينك كنسب نحبك او خايفين عليك انك انت ادائك مش كويس ان فيه تغير فيك كشخصية طبعا تجي نروح للدكتور وهنعتبره تاجر في السوق نسمع منه عجبنا البضاعة اشترينا ومشينا طبعا عجبناش البضاعة مخسرناش حاجة زرنا السوق ورجعنا عب المكتئب انك انت لو ألحيت عليه ان يروح الدكتور احنا يرفض يعني انت لو قلت له هيرفض يروح ومش هيستجيب للمروح بتاعك فانت دائما خليك بسيط في رسالتك قول والله تعالى انت حبيبي او حبيبتي والله انا شايفك او شايفك مش كويس الفترة دي انت تستحق العشرة من عشرة ليه تقبل الثمانية من عشرة طب ما تجي نزور الدكتور كأنها زيارة عابرة للسوق نعرض القضية بتاعتنا وسمعنا منه عجبنا الكلام شلنا ومشينا طب ما عجبناش الكلام مخسرناش وده بقتي الحمد لله برضو يجب نعرف الناس ان القطة عندنا في العيادات ما اصبحتش مركزة على العلاج على الدواء الحبوب او الشرب لا اصبحت القصة كلها مركزة على العلاج السلوكي في عندنا جلسات السلوكية تفك كثير من الازمات والمشكلات يبقى تكلمنا وقلنا كيميا مخة لغبطة طب ايه ازباب هقلنا قد يكون ازباب جينية في ناس عندهم قابلية الاكتئاب متى جين بتاعتهم وقد يكون ازباب بيئية البيئة المحيطة بس عشان نبقى امنا اللي تنب يتفعلوا مع بعض مش حاجة لوحدها ودائما منشبه للناس ان البيئة اما تساعد على ظهور الجين او تحبط الجين يعني البيئة ممكن عند البيئة واحد عنده جين اكتئاب والبيئة سيئة ومخبطة ومزعجة يوم يظهر الاكتئاب بصورة اكتر طيب البيئة مساندة ومساعدة وبتثبت بايجابية احتمال تخفي جين الاكتئاب بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى عندنا الاسباب بتاعتنا اللي هي عدم الانتظام من الكيميا المخ تاني حاجة بقى الضغط المستمر اللي بنسميه الاسترس الاسترس يعني ضغط ايه ضغط الوظيفة ضغط الشغل ضغط البيت ضغط الحياة الاجتماعية ضغط سفر او هجرة ضغط مزاكرة طالب في مدرسة او طالب في جامعة الضغط كلها عاملة تاي الكاسة بتاعت المياه بتاعتنا الكاسة اليها ساعة عشرة عشرين تلاتين مية تمتلئ حياتنا مع الزمن هي عبارة عن تجمع لكل هذه التراكمات التراكمات دي لو لم نجيد فكرة التفريغ كل فترة والتانية التراكمات تزيد يظهر عوارد الاكتئاب بتاعتنا فهي عامل زمن يتراكمي عشان كاد وقت بيستموها في الطب الإيبيجيناتكس اللي هي البيئة المحيطة الإيبيجيناتكس والجن اللي موجود جواه والتفاعل اللي بينهم بفضل الله سبحانه وتعالى طيب يا ترى الاكتئاب ان زعلان بس لا لازم نجمع مجموع الأشياء الزعل أو العاطفة أو الشعور بالحزن ده واحد ثم فقدان الطاقة تغير الوزن تغير الشهية التعب الغير مبرر إحساس اللا قيمة يعني ايه اللا قيمة يعني هو ايه يعني انا لو مجيتش الشغلة هو يعني لو قعدت الدنيا هتبوز هو انا حتى لو مدت خالص لها لازمة هو انا وجدي منفع في ايه افقد إحساسي بقيمتي وثقة بنفسي طريق خالص ثاني حاجة اضطراب الأداء الوظيفة بتاعي اتأخر عن الشغلة اتأخر عن الدراسة اتأخر عن الواجبات الاجتماعية اللي عندي ثم الافكار السيئة المرتبطة حتى بالانتحار اه اصلا انا مليش قمنا في الحياة انا ما انجزتش رغم انه ممكن اكون نجح جدا ممكن اكون في وسط زمالي بقى اشتغل ادائي كان كويس بس انا اصبحت مش راضي عنده ده ما بقول مكتائب بشوف ايه نص الكباية الفاضي فاصبح منظوري وتقييمي واحساس النفسي سيء نازل ضعيف ما اصبحش فيه صورة كاملة طيب يبقى ده جزء من اسباب برضه من عوارض الاجتماعيب اول حاجة العاطفة اللي هي الحزن شعور الحزن او شعور الكآبة او الشعور بعدم الغضاء ثم الوهن او التعب العام ضعف الاداء العقلي ثم الافكار السلبية ثم احساس الندم ولوم النفس فقد القيمة بتاعت الذات ثم اخيرا الافكار الغضاء السلبية بتاعت الانتحار فقدان الحياة او عدم الحياة لا قيمة لها ابدا بأي حامل احوال فيه بقى حاجة مهمة جدا في الاكتئاب ودي اللي بتخلي الناس يتأخروا شوف احنا بنقول الاكتئاب المعدل بتاعه من ثمانية لتربتاشر في المية طب فيه حاجة مهمة ده احنا اللي بجلنا الاعادات كل اللي بجلنا الاعادات عبارة عن قمة الهرم تخيل كده لو فيه جبل جبل وعمق وكله في المية وقمة بتاعته بس لعصات حين فوق الله ده ده حاجة سغيارة لا الحاجة ان الجبل عميق جدا بسموه ايسبيرج فنومنا ان اللي بجلنا فوق وش الجبل القمة بتاعت الجبل طب وبقيت العمق ما بوصلش الى الاتحاملين من موضوع الاكتئاب ياما ضعف التشخيص يعني ايه ضعف التشخيص ساعات الاكتئاب بيجي في حاجة غريبة جدا الاكتئاب العضوي يعني ايه اكتئاب العضوي بيجي لك في صورة هه تعب في الدهر تعب في العضلات تعب في المفاصل اضطراب في القولون بالنسبة للنساء تعب محاول الدورة الشهرية تعب في الحود الداخلي صداع اضطرابات القولون نفسها ما بين اسهال ما بين امساك طب يجي لك بزيادة وزن يجي لك بنقص في الوزن يجي لك بزيادة في النوم او يجي لك بقلة في النوم دي اضطراب عضوي تلاقي بقى بلف على مين بلف على حبيبنا دكاترة البطنة والطوارئ والأطباء العامين والعضلات والمفاصل وطيبات النساء والتوليد بلف الدينة كلها ومفيش حد فيهم فكر بس او خد بالو هو اخبار مزاجك ايه يقولون لزميلنا دكاترة يا جماعة انت عليكم مسئولية كبيرة ان ما تلاقي المرض جاي لك بلف اكتر من مرة ورحلة اكتر من زميل ويهبلك شمطة او كيس كبير مليان بالادوية سألوا بس كده اقولوا هو اخبار مزاجك ايه ايه علاقة اللي انت فيه بالمزاجة لما تكون زعلان مثلا او تعبان او متوتر بيزيد ولا بيزيدش لو لو قطت الحتة دي انت فتحت الباب لشفاء هذا المرض ويأكل اجرى عند ربنا سبحانه وتعالى وده الاكتئاب العدوي ده المهم جدا لان ده للاسف للاسف بيضيع من انا في النص وقعد يلف بنسميه حتى المريض المسيضة احد يصرف في كل حتة وعمل فحوصات في كل حتة لوصلش للبهجة والسعادة او الراحة النفسية وحتى الطبيب النفسي انا كنت اقولوا اما العالج الاكتئاب بيكون حارسين جدا في اسناء علاجنا ان نشيل معظم او كل الاعراض الجسدية دي يعني ما ينفعش ما تفرحش قوي ما تطيب على الدكتور نفسية وتعالج المريض تشيل عوارض الحزن والكآبة وسيبه مثلا عنده مغس في البطن ولا عنده واجع في العضلات ولا واجع في المفاصل ولا ضعف عام ولا اتربات الدورة الشهية وتقول ده انا كده الحمده لا معادش حزين لا انت كده عندك معادل 60% او 60% هانتكس تاني لان عنده الاعراض الجسدية والاعراض الجسدية بتتعدل او بتزود معدل انتكاس عند مرد الاكتئاب في بقى حاجة مهمة كمان لا في بقى اكتئاب كده غريب جدا الناس كلها اما تسمع عنه تندهش الاكتئاب الباسم يعني اكتئاب باسم انا راجل طبيب مثلا ناجح الحمده الله في مجالي او انا مهندس مثلا متفوق طيب هو لو انا بالشكل ده ومش حاوز اظهر العوارض الاكتابية اللي عندي احمل ايه يوم ابدأ اكتسم غصبا عني قدام الناس ها فيه سؤال هنا بيقول هل اللي عندهم ADHD عرضة الاكتئاب اخطر هو اللي عندهم ADHD عرضة لتقلب المزاج بصورة عام اكتر حتى فيه نسبة عالية جدا جدا من مرضى الـ ADHD احيانا احيانا بيكون مرتبطين او بيقلبوا على حاجة اسمها bipolar mode disorder اللي عن الاتراب المجداني ثنائي القد اتراب المجداني ثنائي القد انا القد بيقود بين القد بالكآبة والحزن وقود بالمرح المانيا او الهايكمانيا فساعات كتير مرضى الـ ADHD يدخلوا في اكتئاب مننا وده قد يكون هو بادرة الـ bipolarity بادرة الاجتئاب المجداني ثنائي القد ونضعها في الاعتبار حتى نرى اما نجي نعالج المريض لو لان ان الاصل كان الاتراب المجداني يبقى الاولويه الاتراب المجداني وثبتات المزاج او مضادات السرع اللي بتثبت المزاج حتى ينزه بالاكتئاب لكن ما بيضيش في الغالب antidepressant ليهم بسهولة عشان ما يحصلش يقلب عن الناحية اللي اسمها مانيا او هيكمانيا المراح الزهاني الاكتئاب الباسم ده انسان نجح في المجتمع بس عاوز دايما شايف من منظوره ان الاكتئاب عيب الاكتئاب ما يصحش الاكتئاب ضعف دين الاكتئاب قلة وازع فيقوم ايه يبتسم بس بدفع منين بقى بدفع من اعصابه وحرق الدم بتاعه وعدم الارحية الشخصية وكل يوم كل يوم بيفقد من كفاءته الحيوية العقلية نسبة وكل يوم حارف زي اللي مسك مصمر صغير كده وعد يومكوش في حيطة وعد يومكوش بيها يخرم المصمر صغير جدا والحيطة طبير قوي بس بعد فترة سدقني هيعمل خرم في الحيطة هيعمل خرم في الحيطة او الاكتئاب بيعمل بالشكلة مع الاكتئاب الباسم انا مبتسم وبحاول اضحك بس مقابل ده كله انا حزينه بقى اغلي من جوه في حد بيسع على عشبة القدسين يا سان جون وورس عشبة القدسين بتفيد في بعض الاكتئاب بس دايما بيقول كده كل الاعشاب يا جماعة ممكن تفيد لكن بتفيد بنسب صغيرة عشان بس ما حد يجيضحك علينا كل الاعشاب حتى الحبوب اللي مشتقة من اعشاب في سان جون وورس في منها حبوب في صورة حبوب وفي منها اللي يجيبها العشبة العادية خالص ويغليها واشرب منها ايا كان مسمى الاعشاب الاعشاب بتفيد بس بمنظور صغير يعني لو بنقسم كده المرض من واحد لحد عشرة الاعشاب ممكن تفيد الناس اللي عندهم واحد لحد ثلاثة مكسم واحد لحد اربعة لكن اما نقصر الاربعة الخمسة ستة لا يبا لازم ناخد دواء مصنع كيميائي هيكون افضل واقل خطرات ها كان مهمة خلي بالكم الناس اللي بيجيب الاعشاب ويغلوها ما فيش عشبة في الدنيا كلها فيها مادة فعالة واحدة اي عشبة فيه اكتر من مادة فعالة فساعات بعض الحيات تتعارض مع بعضها فممكن تاخد الاعشاب دي تكون بتاخد دواء ضغط او دواء سكر او دواء مسائل الدم تلغبط لك الدنيا كلها فمش بنوصي بها كتير اوي لكن نوصي بها بس ان بيقول للدلع حاجة صغيرة كده حاجة صغيرة فيه برضو حاجة تاني حد يسأل بيقول بعد الولبترين لا الولبترين طيب احنا المفروض ما بيتكلمش عن ادوية بس اللي بيسأل بيجاوب على قدر السؤال الولبترين البوبربيون مادة فعالة جدا كفائتها ممتازة ينفع في الاكتئاب مع الاغذة في الاعتبار ان لو المريض مكتئب وعنده طوائق ملي العنف او ملي القلق او الحركة الزيادة ما ينفعش بعد الولبترين ومن افضل ادوية اللي موجودة اللي ممكن نستخدمها في الاكتئاب لكن يكون حرسين ان ما يكونش عنده عوارد اندفاعية او عنف وما يكونش مريض من اللي هو النوعية اللي قدر الله عنده عوارد للصرع او عنده الضعموز ما ممكن الولبترين يزود الكلام ده كله يبقى ان عندنا لازم على الاقل خمس او شدة حاجات موجودين عشان نشخص الاكتئاب اكتر من اسمعين ان احساس الحزن او الكآبة او المزاج السيء فقدان بقى المتعة والبهجة فقدان المتعة والبهجة يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا نهارده اعزم خمسة من الزميل على الغده النهارده كان فلان معانا نقول له معظومين على الغده يفرح ويجيوا وبتعوز النهارده جاي كده ومالوش نية خلص مالوش رغبة طب وبيأكل تحبه يا حبيب انت بتحب مثلا كذا نجيبه اللي بيحبه مالوش رغبة ولا طعم فيه يبقى فقدان القدره على الاستمتاع تغير الوزن خلي بقى بقى بحية الدئ الزكية انا كنت بقول في الاعلام بتاعنا ان الاكتئاب نفسه ليه اكتر من 270 شكل يعني ايه 270 شكل يعني انا ممكن اكون ماباكلش وما بقنامش وكون مكتئب وممكن اكون باكل كتير وبنام كتير وبرضه مكتئب ممكن اكون باكل كتير ووزن بينزل ومكتئب ممكن ما بيكونش خالص لكن وزني بينفخ ومكتئب دي الناس حبيبنا شطار بتوع الحساب عارفين المتواليات العادية والمتواليات الهندسية احنا عندنا حوالي 270 او 272 شكل مختلف من اشكايل اكتئاب عشان كده بيقول في هذا كلمة حلوة احنا عبارة عن تارزي بيفصل التوب او العباية او الفستان على قدر اللي موجود قدامنا عشان كده متجيش او الله يا بطور انا اكتئابي غير اكتئاب ما انت غير اخوك فلازم اكتئابك يكون مختلف عنه مش بالضرورة والله يا بطور ده صاحب فلان خد الدواء الفلان ارتاح وانا خدته مرتحتش ما مش بالضرورة لان انت نفسك شخصية غير شخصية فلان فاكتئابك قد يكون غير اكتئابه فالدواء نفسه قد يكون مختلفة ثاني حاجة فكرة اللي هي تغير النوم وده بقى النوم فيه اشكال عد دلدارة النهاردة فيه حاجة اسماها عيادة اطرابة النوم بس اللي خاصة بالاكتئاب تخيلوا ارق ينفع اكتئابه ارق مبكر او ارق متأخر ارق مبكر يعني اول ما ادخل النوم كده اول ما ادخل النوم ما اعرفش انا مقعد في السير ساعة وتنين اتقلم او ادخل انم حلوة جدا وبعد ساعة اصحى وهب ضعت مني الليلة مفيش نوم تاني يبقى العرق طب ملاش كده تقطع انه بتقطع طب ملاش كده حاجة مهمة كمان ايه الاكتر كوابس واحلاب يعني هو فيه ناس بيسأله على العيادة يعني انا مش بنعمل اعلانات والله يا جماعة يعني بس يعني يعني انا اسمي عبد الراحدة ابو جازيا وان شاء الله يا ربي اللي يشرفونا في اي وقت انا المفروض بشغل في مرساش فتلة في الرياض حاجة مهمة تغير النوم زي ما اتفقنا النوم قلني اشكاله كتير جدا كوابيس احلام ارق فيه حاجة كمان غريبة جدا ممكن تنام كتير جدا من هذا نوم الهروب يعني ايه نوم الهروب انا نايم بس انا مكتئب مصحاش الصبح اخذوا بقى الحاجة المفاجئة الحلوة انت ممكن انت نايم كده تحلم تحلم انك انت صحت ولبست وفطرت وركبت عربتك وروحت الشغل وبتكلم زميلك يا خبر وحب تلاقي الملاب بهران مثلا او سمعت ازنان الظهر ولا حاجة وليوم ضع عليك من الشغل وبمخك بهرى بمخك مش حاوز الشغل ده مخك غضبان من الشغل او بمخك مش حاوز يواجه الناس فيقوم اسمه نوم الهروب انام كتير او طب اقول لك حاجة انام وهبصت مغمض بس كل اللي حوالي ايه سمعهم بس مش عاوز افتح لان اول ما فتح هيكلموني واخبارك وعمل ايه لا خلاص مش رايح يوم امغمض اهرب بالنوم وده مش النوم الصحي مش النوم الطبيعي عشان كده حتى ساعات بنقول ان النوم ايه النوم كوانتيتي وكواليتي وده كل ممكن يضطرب مع الاكتئاب بفضل الله سبحانه وتعالى طيب في عندنا كمان حاجة بقى مهمة احساس الشعور بالزنب دايما حاسس بالزنب حاسس ان هو المسؤول عن كل قضايا واه احزان وهموم ومشاكل العالم كله هو اللي خرم الازول زي يقول بالمصر يعني ليه احساس داخلي بالزنب وانا عملتش كده طب انا عملت كده طب انا ما قلتش طب انا قلت قاعد يروم نفسه ويفكر افكار كلها سلبية تاني حاجة بقى احساس القيمة ان ما عندوش ثقة في نفسه ابدا بقى حال من الاحوال نجي نسأله انبارح كان ايه ناس من وجه السن الصغير الشايور الصغيرين ربنا يحفظهم يقول ليه دكتور انا احساس ان عندي الزهايمر ايه ابن تاس صغير انت في التالتنات ولا في الاربعينات ولا في العشرينات او انت عندك اللي بنسموها سودو ديمنشا اللي هي النسيان الكاذب وده بكون نتيجة ايه نتيجة ان ذهنت من جوه الاكتئاب اللي عليه بيخليك مشوش مشتت بس الفرق بين النسيان الكاذب بتاع الاكتئاب والنسيان بتاع الدمينشيا ان مرد الدمينشيا حقيقي مرد زهايمر بيحاول يفتكر حقيقي لكن صاحبنا بتاع الاكتئاب مستسلم مش بتعب دماغه قوي مكبر دماغه معندوش التقى ان يحاول يصحح فسيب الامر كده براحته ماشي؟ طيب فيه اللي هي عدم الاريحية يبقى احد الان متوتر بجدود خايف دايما بيفكر في الصورة السيئة دايما شايف نص الكباه الفاضي بيشايف نص الكباه المليان اللي اخيرا بقى ودي القاتلة ودي الهمة اللي هي فرية العواضي الانتحارية يعني ربنا سبحانه تعالى يعني حافظ النفس البشرية وحافظ التكاليف لها الانتحار اول سبب من الانتحار على مستوى العالم واعلى نسبة هي الاكتئاب المكتئبين المكتئبين هم اكبر نسبة منتحينة على مستوى العالم طيب نيجى بقى للعلاج بتاع الاكتئاب يا جماعة يا ترى الاكتئاب بتعالج يا دكتور هنعيد وهنكرر مليون مرة الاكتئاب من اسهل ومن احسن ومن افضل امرات في العلاج بس بشرط ابدأ واوصل ما تزعلش جدا انك انت تروح الدكتور عبدالواحد مثلا ودك الدهوم ما تستجيبش اول مرة ما تخافش انك انت ما انتش ريائله عشان ينبايع ولا اول انت ريائه ما تجي التراكمات سنين تخير انا اضربها كده بمثال بسيط جدا في العيادة بقول للمريض مثلا لو انت تعبان من سنة او سنة او ثلاثة ادي مقابل كل سنة من المرض على الاقل شهر علاج يعني مثلا لو انت تعبان من خمس سنين تقريبا هناخد خمس شهور علاج وليبقى كورمة جدا بيعين سنة من التعب بشهر من الدواء او من لو قلنا شهرين يبقى الخمس سنين المرض ممكن نحتاج عشر شهور علاج فمن الفكرة يبقى عشان كده بنقول التعجل فيها مش حلو انك انت بتشيل ايه تاني تراكمات زمنية قديمة بتشيلها بالراحة يبقى فيه علاج الاكتئاب ادويه الاكتئاب كتير جدا وانواع مختلفة واشكال مختلفة وفيه اهم من الادوية فكرة العلاج السلوكي نفسه زي ما اتفقنا العلاج السلوكي ده من الشيطات الرائحة اللي هي مش فكرة ان نقود نتكلم ولا نحكي لا فكرة ان هي لها تقنيات مختلفة في علاج سلوكي في علاج عقلي في علاج تفاعلي في علاج اسمه انتر بيرسنا تاكو ثيرابي في بوميونتف ساكو ثيرابي في حاجات كثير جدا لازم نكون مهتمين اني مش حاجة واحدة والله نروح تتكلمت كده ومخدتش حاجة متندهيش جدا لما المعالج السلوكي يبدأ ياخد التفاصيل قديمة اوه من اسمك و سنك و عنوانك و تاريخ ميلادك و ابوك و امك و اخواتك و تواريخكم يا جماعة و انت هتعمليني كاشف عيلا و هتتجوزني لا المعالج السلوكي بياخد التفاصيل عشان يشوف البعد الجيني بتاعهم ما تراحل في حد عندكم جينيا مكتئب اكتب من مرة في حد سناء القضب في حد عنده عوارق فصمية بتفرق معنا الاكتئاب يا جماعة بيتراوح من الشدة من الخفيف جدا لغاية الشديد اللي هو الغاية تقف و تظلم الحياة لغاية الانتحار الاكتئاب بيغير منظورك الحياة يعني انت ما بيكون ربنا عافيك يا رب تكون مكتئب انت عبارة عن جبت شاشة شاشة ضلمة حطتها قدام عينك خلط اصبحت الدنيا كلها ضلمة اصبح الدنيا كلها مظلمة ما اصبحش في حد عاطيك القدرة على الاستمتاع او هالرؤية او مشايفة طيب الادوية اللي بتساعد الاكتئاب كتير جدا بدأت من اول حاجة اسمها الادوية ثلاثية الحلقات اللي يضطر يساكلك لغاية النهاردة عندنا الاس نر ايو عندنا حاجة اسمها الاجوملاتين كمان دي حاجات رائحة جدا جدا ثاني حاجة لازم نفهم زمان كانت الادوية النفسية ماشي الادوية النفسية كانت حاجة صغيرة قوي كان عندنا نوعين او ثلاثة لكن دلوقتي كل سنة بنزل دواء جديد افضل من اللي قبليه واقل في الاغثار السلبية في سؤال بقول مين الناس الاكثر عودة الاكتئاب عشان نبقى عارفين لا يوجد مناعي الاكتئاب مفيش حد عنده مناعي الاكتئاب لكن لكن الناس اللي هي وضعت في ظروف سيئة شوية الناس ضحايا الحروب الناس اللي ضحايا الأزمات الاقتصادية الناس اللي في جآحة زي جآحة الكورونا دلوقتي بيبقى عرضة اكتر للاكتئاب الناس اللي مثلا وردوا في وسط قصر اقتصاديا تعبانة شوية او كان عندهم ظروف مدية مزعجة بيبقى عرض اكتر الاكتئاب الناس اللي قدرا لم يوفقوا في حياتهم الدراسية او حياتهم العملية الناس اللي بعد حوادث الطلاق او حوادث الهجرة او حوادث السفر ممكن يبقى عرض الاكتئاب فده بيبقى اكتر شوية في سؤال بقول هل وجود نظرات مستقبلية تحمل طبيع التشاوم هو فيه فرق بين انك انت تفكيرك سلبي وبين انك انت عرض اكتئاب قلنا الاكتئاب مش حاجة واحدة الافكار السلبية الوحدها قد يكون عرض من عرض الاكتئاب لكن مش اكتئاب اكتئاب عشان شقص قلنا لازمك عندنا خمس حاجات على الاقل الموجودين مش حاجة واحدها لكن بقى الافكار التشاومية لو بقت افكار تشاومية ومنعته عن الانتاج ومنعته عن العمل وعكنت على مزاجه واثرت على نوه ودخل في اكتئاب شكرا جزيلا هي المجمع واضحة فيه حد يقول امت اعرف ان انا محتاج علاج تشوفوا الفيصل الفيصل حقيقي الفيصل في العلاج او عدم العلاج هي غالبا الاداء الاجتماعي يعني انا لو مزاج معك من شوية وانه مضطرب خفيف والقولون مضطرب سنة بس ادائي العام الاجتماعي بنسبة مية يعني حلو بروح شغلي وبرجع من شغلي بانتج وفيش مشاكل ممكن نقولك اه انت بتتعافى لوحدك تلقائيا لكن بنقول كلمة حلو قوي حياتنا كلها قد كده طب ليه معيشش بعشرة من عشرة ليه ارضه بتمانية من عشرة او بتسعة من عشرة طب ما انا عيشة بعشرة من عشرة ايه يعني لو انا معك من شويتين كده ولا القولون مضطرب طب ما انا رح اخد نص حبايا اتزبط لدنيا كلها ارجع على عشرة من عشرة من جديد لان خلي بالك برضو احنا بنتسرق من غير ما نشعن النهاردة انا انا مزاج عشرة من عشرة طيب ضاعت واحد بقيت تسعة هه تمانية سبعة اوب دخلنا في ايه في ازمة كبيرة فحنا نلحق بدري عشان كابا نقولك حتى كل يا بنات اللاج ومتكرم كل ما كانت النتيجة احسن وافضل فيه سؤال جاد الوقت يقول هل ازباب الروحية تقدى الاكتئاب احنا ناس مسلمين ونؤمن بالله سبحانه وتعالى ونؤمن وعندنا في القرآن بتاعنا العين والمس والسحر والحق كله موجود في القرآن نعمل لكن دايما نقول كده ربنا قال في القرآن ايه وَتَعَلَّمُنْهُمَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ بَسْ رَبَّنَ حَطْتِ الْقَعْدَى وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ بِنْ أَحْدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فإذن الضر الله قد تؤدي لكن هو القلاصة حتى لو حاجاتنا عملية اكتئاب أو عوارض اكتئابية لو قدت عليك الاكتاب خضع العوارض يبقى انتهت بقصة منقول كلمكاية طيبة للناس كلها يعني أنا على الأقل شخصيا أنا مجد الرقة الشرعية بالعكس كلنا غلابة يقولون يا ربي يربيش فينا ويا ربي حفاظنا الدعاء نفسه والدعاء عبارة عن رقية فلا يمنع عبد أن الواحد الخطأ اللي بيعافحها بيبن ايه الخطأ اللي بيعافح حبيبنا انك انت لو شكلت انك انت مثلا عندك عين ولا عندك سحر ولا عندك مأس بتروح مثلا ترقي نفسك بتجيري بعد ما كنت عدت خمس ست اثنين في الرقية وما انت شايف نتيجة طب يا عمي انت لما بتجل عبد الواحد الغلبان وتكشف عنده شهر الثاني مرتحتش بتسيبه طب ليه بقى اللي زعت في الرقية مثلا وقلت لا انا مستني ومستني الفرج من ربنا الفرج من ربنا بالأخذ بالأسباب فانت روح تجربت حظك مرة واثنين مرتحتش ايه ايه جاء للجزء العدوي حتى ما يجي لي مرد ولي بار ايه بقول له هتعارض ابدا ما فيش مشكلة بالعكس بس بقول له في نفس الكلمة لو الشيخ قال لك وقف داو وقل له شكرا انت كسطرت هادئ الرسول صلى الله عليه الرسول قالت داوى وسبها ما فتوح اخده بالأزواج كلها فلا يمنع للتين احمي نفسي ان نقع في رسال اكتئاب بان انا دايما اكون احاول اعيش عيشه هلتي لايف ستايل يعني ايه هلتي لايف ستايل لازم يكون عندي نوم كويس عندي جزء رياضي عندي جزء غزائي جيد اهرب من الاجهزة الالكترونية اهرب من الميديا السوشال ميديا والاجهزة الالكترونية والتليفزيون والاخبار على رأيي المثال يقول لك ما فيش خبر يسر دلوقتي تفصل معي الاخبار تفجير فين قتلي فين انتحر فين ما عرفش مين في ايها دي الحيرة يا ولاد لا انا عندي النهاردة في العيادة عدد كبير وجديد دكتور اعداد الكورونا يا جماعة الكورونا مرض هيديع و هيعدي بإذن الله والناخد بالاسباب فيه والدنيا فاهمه دلوقتي يعني كان في بحث ليس نازل قريب بقولك اللي يمرض النهاردة بالكورونا حظه احسن كثيرا من اللي مرض بالكورونا في شهر مارس و فبراير و ابريل ليه لان فبراير و مارس و ابريل كان الناس لسه مش عارف يعني ايه كورونا وحتى كانت مدارس العلاجية كلها فالناخد كلها جلدات فالنهاردة حظه كويس جدا في الشفاء بفضل الله سبحانه وتعالى بل عاوز يهرب من اكتئاب من ايه فريسة ايه يهرب من حتة ميه ايه حاول ايه 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 سليم ايه ايه نم وبكرا اضع برنامج رياضي اضع برنامج غزائي جيد حكز على فكرة حل المشكلات مش الهروب منها اوحش حاجة في الدنيا كلها ان يبقى عنده مشكلة مغمر عنها النهاردة وبكرة وبعده 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 لقيت نفسها عند عشر مشكلات غمضته عملته زين نعامه لكن لو جيت المشكلات أعانية حتى لو كانت صعبة وحالتها على الأقل اتحلت جاءت المشكلة الثانية بقيت مشكلة واحدة جاءت المشكلة الثالثة بقيت مشكلة واحدة لكن العبن يأخذ تراكم تراكم يجب أن أحل مشكلتها أول بول فكرة التفرير يا جماعة التفرير يعني إيه أن لم أتخذها أنا نهاري زعلت من عبد الواحد قبل أكلم وأقول لهم زعلت منك عبد واحد من بابل محبة ومبابل مواده ينفضيت المشكلة جعلت بيحزة عني ثانية ستبقى زعل من اوله جديد لكن ليس زعل ترقومه على بعضه يبدأ ازاي برضو نحمي نفسنا ونبقاش فريسة من فرائز مين اكتئاب في الناس بتكلموا عن جهاز اللي هي الجلسات الكهربائية دلوقتي بيسموها حتى كنت زي ما بيقوله ECT دلوقتي بيسموها ايه تنظيم قاع المخ ماشي يعني غيروا الاسم الشيخ الشيخ بعد ايه بصوا علاج الجلسات الكهربائية دي من اروع ومن احسن ومن افضل العلاجات لبعض انواع الاكتئاب بالعكس دلو ممكن لما تجيلي امرأة حامل وخايفة دلها ادوية ممكن الجأ للجلسات الكهربائية تبقى اأمن عليها من بعض الادوية طب يا دكتور لو في حملة ولا حاجة مندي ينفع علاج اه في ادوية تنفع مع الحمل بس دائما منحاول نهرب من اول ثلاث شهور ومنحاول نهرب من اخر شهر في الحمل اول ثلاث شهور بنحاول نعديها عليك سلوكي استرخاء وتنفس علاج غزائي التأمل نعدل ازم شوية من الشهر التاء الرابع اول الرابع لغاية التاء اول التاسع ناخد ادوية لا مشكلة لو اخدنا اي نعم يأسطرش على الجنين بأي حاجة بنجي قبل الادوية باسبعان او بتاتا بنوقف الادوية عشان ما يحصلش بعضها مبقاش هليها عورد انسحابيه على الجنين نفسه طيب يا دكتور لو الزوجة بتردع دلوقتي وعندها اكتئاب او عارض اكتئاب ياللي سعاد بنسميه اكتئاب الحمل والولاده اه في ادوية بتمفع دلوقتي مع الرضاعة وفي ادوية تتناسب مع الرضاعة ما تخافش ابدا ما تقول ان الزوجة كانت تعبانة وعندها اكتئاب ولادة ماشي وسبتها لغاية ما تكمل رضاعة دكتور سنتين مكتئمة وقبتها النهاردة يعني انت جايب هلي بعد ما حرقت دمها سنتين كاملين بعد ما تأكل جزء اكبر من مخاول قشرة المخاية بتاعتها لا ما تخافش دلوقتي تعالى وتطمن وفي ادوية وثق بالله ان الادوية دي لا تتعارض مع الرضاعة بالعكس الجريم كمان يعني ما يفيش منه اي اثار سلبية على فضل الله سبحانه وتعالى احنا كده اثرنا المسافه ووصلنا للشفاء بفضل الله سبحانه وتعالى طيب في برضو اسئلة تانية لو في اسئلة تانية ممكن نقدر نجاوب عليها بإذن الله سبحانه وتعالى زي ما اتفقنا في بقى عندها الاكتئاب المسحوب بعوارض الزهنية العوارض الزهنية دي يعني ربنا عافينا كأنها نعمل عنواء الفصام اه في حتة حلوة قوي هل الاكتئاب معدي اه معدي بطرقة زكية يعني ايه شوف الاكتئاب يعدي بحاجة تانية المشاعر يا جماعة معدية المشاعر معدية يا تخيل لو انت قاعد في مكان واللي حواليك بتحكوا مبسوطين و بتكلموا كلام ايجابي وافكارهم ايجابية من السلبية هتلاقي نفسك حتى لو كنت راح زعلاني اليوم ده هه هتلاقي عديت مقاهم ارتفعت الفق شوية لكن تعبع انت راحت المكان كلهم سلبيين ومغمومين و بتكلموا بطرقة سلبية وحياتهم نكد ما بيقولوش كلمة حلوة ابدا وكلهم شكاوي هتلاقي نفسك ايه؟ طاخ 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 تقوقعت وحزنت واكتئابت حتى عندنا قادوم كده بيننا وبين نفسنا في الخفاء او في الخباثة يعني انا لو المرضي الاولين عندي دخل وكان اكتئاب انا لو عارف ان اللي بره اللي جاي رقم ثلاثة اكتئاب انا المفروض ما استقبلوش بأزوغ منه شوية بقول المرضي اديني نفس شوية دي راح لاني الاولين اما كان مكتئب عملني كده الثاني عملني كده طب الثالث حدوث على دماغي بقى خلف من اكتئبت تعبت سؤال الطفل المصاب بفرط الحركة اكتر عرضة الاكتئاب؟ مع اي؟ طبعا زي ما اتفقنا فرط الحركة ال ADHD و اتشدتوا انتباه عرضة كبير جدا الاطفال دولت عرضة لتغير المزاج بصورة كبيرة ما بين الاكتئاب و المرح الزهاني طبعا في ظل العزل اللي موجود في ظل العزل اللي موجود اطفالنا واولادنا وحبيبنا اللي عندهم فرط الحركة بيعانوا اكتر منها ككبر يعني بكل بساطة الكبار نفسهم اللي معزولين او عادين او في الحظ مكتئبين وتوتروا و بقى خلافات اثريه كتير جدا مبالك الاطفال مبالك بقى كمان الاطفال اللي هم عندهم فرط الحرك اللي مقدرش يقعد لوحده طبيعته انه يتحرك و انا بقول لي قعد ما تطلعش ما تروحش ما تجيش يبقى برضو دي مهمة جدا عرضة فيه سؤال بيقول ازاي الواحد يجنب العزل عن الناس الرسال السلام بيقف الحديث من يخالط الناس ولا يصبر على ازاهم خير من اللي لا يخالط الناس ولا يصبر على ازاهم هو احنا الفرق بين العزلة وبين تجنب الخطر يعني ايه شوف العلاقات العلاقات بين الاشخاص وبعضها لها قانون ذاهلي العلاقة الغير مريحة ليك او تيبلك مشاكل البعد عنها غنيمة ثاني العلاقة الغير مريحة اللي في عاكش القدام اللي بديش ايجابية البعد عنها غنيمة ايه نعمل لأولادنا قلنا فترة دي عشان ما ينخلوش في اكتئاب لازم نحط برنامج كاتر فيه خفيف نغمض عينينا عن بعض اخطاءهم شوية يدينهم مساحة اريحية اكتر في اللعب جوا البيت نفسه نحاول نشركهم في حاجات بها ايجابية على قد ما نقدر يمكن يقفوا معنا في المطبخ يغسروا للضاء يشاركوا في الاكل والشرب يعملوا الشاي والقهوة يعني نحط برنامج كده حلو لو متاح مثلا جمنا لهم القصص جمنا لهم مجموعة افلام مثلا هادفة او مرشدة اضمن نعمل معهم 8 رياضية في البيت لا فكرة فن استخدام الوقت متقنية الوقت بطريقة زكية بنسمح لهم شوية ما عليش غزم عننا بالجوال زيادة شويتين بالانترنت مع طبعا الاغذة في الاعتبار ان الان بتراقب ويتتابع طبعا اللي بيحصل بنغمد قوي عن الاخطاء اللي بتاعهم بنبدأ انه ممكن حلوة جدا نجيب لهم الوان بقى ولوحات ورسن وحاجات من دي ونفضلهم قوضة كاملة مثلا في البيت ان شاء الله يعني ايه اللي كاركبوها يا دي بقى اسمال قوضة بتاعتهم دي في الغيب هيفضل الضغط اللي هم فيه كتر خيرهم طبعا كان المفروض يروحوا يلعبوا ويتمشوا يروحوا يروحوا يدوات يقولهم لا معلش محبوشين عشان ظروف الكورونا برضو دي حاجة مهمة جدا بالنسبة لأولادنا الصغيرين قلنا العزلة زي ما اتفقنا انا مش مشكلتي في عهد الأصدقاء اللي حواليه ادو مشكلتي في جودة الأصدقاء اللي حواليه متفرحش او انك انت عندك متوحي بس يكون لهم بعملك مشاكل او بتعمل لهم مشاكل لكن عندك الاثنين بس لكن جايدين احسن لك من متوحي شكرا جزيلا بني اعزكم وحفظكم يا رب وان شاء الله تعوض وان شاء الله يعني يعني ممكن اللي يحب يصديفه اكتر فيه ممكن يتابع الصفحة بتاعت انا شخصيا اللي هي صفحة عيادتكم بخير على اليوتيوب دي برضو هيلاقفها حاجات اكتر كمان وحاجات اعمق دي موجودة على اليوتيوب على الانستجرام باذن الله عيادتكم بخير ان شاء الله تلاقي فيها برضو حاجات احسن باذن الله برضو في انتظار الاسئلة لو في اسئلة ولا حاجة ان شاء الله يا ربي يكون فيه فايدة طبعا يعني ما انساش ابدا ان اشكر جمعية اشراق على طرحها المتميز وعلى استضافتها لي ويعني وانهم خصوني بشرف هذا اللقاء يعني اتمنى يا ربي ما اكونش كنت ضيف تقيل عليكم اتمنى يكون اللي استمع معانا استفاد طبعا لو في بعض الاسئلة ممكن تبعتوها على صفحة الجمعية نفسها جمعية اشراق وان شاء الله يا ربي اقدر اجاوب عليها حتى لو لاحقا بنقول تاني الاكتئاب مرض قاتل صامت خطير يفقد بغجة الحياة الاكتئاب قابل للعلاج ايا كان يتدركته ايا كان يتشدته ايا كان نوعه الاكتئاب في علاج دوائي وفي علاج غير دوائي لاثنين متحين الاكتئاب يفقدك البهجة والمتعة والاستمتاع حياتنا قصيرة جدا 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 نحاول نعيشها ببهجة وبسعادة وباستمتاع ورحم الله الشعر اللي قال كن جميلا طرى الوجودة جميلة معناه ان الجمال والبهجة والسعادة منبحهم جوانا احنا وبينعكس بس علينا ان علينا عيوننا ما هي الا انعكاس للي موجود جوانا اذا كان جواك جميل هيبقى كل شيء حواليك جميل اذا كان جواك لا قدر الله مظلم او كئيب او حزين هتشوف حتى الحاجات الجميلة حزينة حواليك اللهم زي دعوة الرصاص تلكم بقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن شوف الاتنين هم وحزن دي عوارد التقابية نكمل بقى الجمال بتاع الحديث وعوذ بك من العجز والكسد ادي العوارد الجسدية يبقى هم وحزن مشاعر جوايا عملت ايه عجز وكسل اللي قلنا عليه وعوذ بك من غالب هديني وقهر الرجال ويتعوذ الرصاعة السلام من شيء لشدته والشدة بتاعته لتخلينا نلجأ لعلاج رصاعة السلام قال في الحديث تداو عباد الله فإن الله لم يدع داء الا وضع له دواء في بعض الولايات بتقول علمه من علمه وجاهل من جاهله فبعدها تقول ايه فإن صادف الداء الدواء كعلى الشفاء بإذن الله يبقى إذن فيه سبب نقول له كل حبيبنا وأهلينا واصحابنا الطيبين اللي هم بيظنوا ان الموضوع كل عملية روحية عام يرقي نفسك ورقي نفسك ويدعي والدكتور نفسه صدقني في العيادة بدعي لك إن ربنا يشفيك بس زي ما بتروح للدكتور مرة واثنين ما تستجبش لعلاجه وبتغيض دكتور تاني أما تروح للرقية مرة واثنين هم يعمل ايه ومرتحتش ارجع تاري برضه لدكتور العضوي عشان ديك الدواء فضل الله سبحانه وتعالى أتمنى تكون الحلقة أعجبتكم وشكرا لإصدفتكم لي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم اشتركوا في القناة